موسيقى إيد الدعوة إلي الحضور هذا المنطقة الطيب الذي يجمع كثيرا من المدعين والزملاء النقاد الذين ربوا أنا لم ألقى بهم منذ فترة طويلة وعلى رصيل طبعا الأستاذ الدكتور وسيلا وفي الحقيقة الدكتور طاهب الحياة سبقاني إلى الفترة التي كنت أريد أن أتراحها في هذا النساء هذه الندوة أو هذا المختمر اسمه مصار وفي الحقيقة هذا الاسم أو هذا الأموان أو هذا المختمر له ما له من دلالات عميقة على ما نحن عليه الآن نحن الآن كما تفضل الدكتور طاهب نحن الآن بهذا العام المثقف أين يقف المثقف الآن؟ المثقف والساحة الثقافية الحركة الثقافية في هذا المجتمع يعني لا أريد أن أقول أنها مقيدة بأغلال قوية ربما هذه الأغلال هذه القيود هي التي تمنع تمنع أن تكون الحركة حرة الحركة الثقافية الحركة الثقافية لابد أن تكون حركة حرة كيف يتسنى لها أن تأخذ أو تنتزع هذه الحرية لكي تنطلق نحن مقيدة نحن مقيدة وهذا بالنسبة المثقف لا يستطيع أن يصبح ضد القيام ولا يستطيع أن يغرد خارج السابق ليس بغرض أن ينعزل أو يبتعد ولكن بغرض أن يحقق لا يجب أن يتحقق في حياة في مجتمعنا وفي مجتمعاتنا العربية على وجه الأمور ليس فقط ليس فقط في مجتمعنا المصرية مجتمعات العربية وجه الأمور فيعني أرجو أن يكون هذا العنوان الذي اكتراته المذيبة وهو وصاب أرجو أن يكون أملا يمكن أن نلتف حوله وأن نحاول أن نحقق هذا المعنى أن نحقق هذا الهدف الذي نسعى إليه وعلى أنه وطبعا المثقق له الدور الأساس والدور الأول والرائل في هذا الاتجاه يجب أن لا يكون المثقق بمعزلم عن الحياة التي يعيش فيها في قاعات مغلقة وندوات وندوات لا يصبع عنها يجب أن يكون مرآة لهذا الهتمع يجب أن يكون قائدا المثقق يجب أن يكون ربانا لهذه السفينة التي تخوض بنا